اشتركوا في القناة إنه زوجت الأيفون تغيرت من بعد أن ي jabberني المهم メ인가 هل س BYP إذا الإيباد أير والإيباد مني نفسي لإيباد ابرو 11 إنش ولإيباد ابرو 12.9 إنش نفسهم ونفسي حركة لكن أبل في الأن أبو القنس يردي لحركة إيباد مني وإيباد اير لازم يمشون مع بعض أبل يوم نزلت الإيباد أير بدل الشكل الجديد فنزلت الإيباد 8 جنريشن للطلاب يعني حرام الشخص يروح يشتري لك إيباد مني اللي موجود في السوق الآن عندنا وما يشتري آيباد 8 جنريشن أرخص نفس المعالج أكبر بطارية أكبر حجم ليش تشتير الايباد مني فالايباد مني الآن أبل هل رح تحافظ على نفس الحجم ونفس قيمة الجهاز نفسه ويكون هذا مكانه نفس الايباد مني الموجودة الآن وتنزل الايباد مني جريد وتحطه في نفس المكانه وتشيل هذا الايباد مني الموجودة الحين القديم أو ما تجعل تسوي شيء مدري يعني مستحيل تخلي الايباد مني قيمته أرخص من الايباد الطلاب طلاب 330 دولار تقريبا وين بتنزلين الايباد يعني 100 دولار والمئة دولار كما تجعل الايباد ما رح تسوي هذا لتعبون نفسكم يعني فأتوقع أنه لازم تحدث بتسوي نفس الايباد ايري لكن هل بتحط في نفس الحركة ذي وسبيكر هنا وسبيكر هنا وهذي الشكل بس اللي فوق وسبيكرين بس في الجم هل بتحط قلم هل الايباد مني حجمه رح يكون نفس الحجم 7.9 مستحيل لأنه إذا كان نفس الحجم القلم أبل بنسلتول لأنه رح يكون فيه أبل بنسلتول رح يقطيه كامل يعني بشكله قبيح رح يكون أبل بنسلتول أو تحط فيه فتوقع أن أبل رح تكبره وهذا التحتيبات اللي موجودة حين رح يكون حجم الشاشة 8.9 يكون نفس الحجم الجهاز أو أكبر من بشوه أو أصر من بشوه الممنة على الأقل حد حد مع القلم يكون لأن هذا الايباد اير كحجم أبل مدري ليش تسوي للحركة 10.9 والايباد برو 11 يبدأ قتلت للايباد برو 11 لنشي أشتري للايباد برو 11 إلا بس لحق 120 هيرتز مدلاً بس وهذا مدري هل فيه شخص يريد يشتري للايباد برو لحق اللايدار أو للكاميرا ما دين فايباد ميني مع التحتيبات اللي موجودة حين رح يكون حجم الشاشة 8.9 بعض الأخبار يقول لك البصمة تحت الشاشة وما أتوقع البصمة رح تكون في الباور نفس الايباد اللي موجود هنا الكاميرا الأمامي رح تكون 7 ميجابيكسل الكاميرا الخلفية رح تكون 12 ميجابيكسل Smart HDR 3 وما أتوقع برو رح تنزل لكيبورد ما أتوقع ما أدري بس نشوف قدام شو تسوي وراح تكون الشاشة Liquid Red Net Sublay توقع أن خلاص أبو هذي الشاشة نزلتها ستب رح تكون Liquid Red Net Sublay بعد ما كانت بس لحق الليبادات برو بتكنسلها من للايباد برو بتنزلها لحق الليبادات رخيصة Air والميني عشان لبرو رح تكون فيها Mini LED توقع الشهر هذا رح نعرف كل شي Trotone أوكي فيه طبيعي USB-C بعض الأشخاص يقول لك رح يكون في USB-C إذا بتسوي نفس شكل الايباد هذا وبيكون نفس الحجب نفس ما قلنا لكم رح يكون في USB-C لكن إذا لا بتخليه نفس الشكل مستحق تسوي نفس الشكل تكنسل للفكرة ما توقع أنه فيه مكان تحطه لتسوي نفس الشكل الـ A14 مع مودم غير 5G نفس الايباد Air تقدر تشتري نوع في شريحة تركب في شريحة لكن LTE مش 5G لأن الـ 5G رح يكون الحق الايبادات برو على الأقل السنة هذا يعني الرامة 4 ممتازة هنا 4 ايباد برو 6 هذا الشيء الحلول كباسة أو حجم الداكرة الداخلية 64 128 1250 هذا كأخبار نشوف لأن الـ آيباد 8 اللي موجود عندنا لحق الطلاب فيه 32 وفيه 128 العيباد Air هذا فيه 64 وفيه 1250 يعني 64 بين 32 و128 وفيه أكبر منهم هذه الحركة فأبل توقع لو توقع أننا راح تسوي نفس الحركة الـ آيباد Air مثلا بيكون فيه 64 و 250 لكن على سترابات لا يمكن يكون 64 و 128 1250 تحسرات نسخ لا توقع عبلا تسويها أما الإيباد الـ الكبير هذا اللي موجود لأن في 128 1250 512 وانتيرة عد وخربط فنشوف قدام آيباد بيني غادم مع Touch ID 8.9 USB Pro Design يعني تقدر تقول آيباد مثلا هو مكتوب آيباد برو مني ما دري يكون آيباد برو مني ترى إذا كان نازل على 2019 2020 برضو آيباد برو مني وش اللي باقي فيه إلا 128 مني 10 المهم هذي كل الأشياء نشوف قدام آيباد مني 6 generation بين و بين آيباد مني 3 generation 7.9 8.9 نشوف قدام في نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في غناء واشتراك حساب سناف شات سير فضواتكم عمال لك لم يقطع و لا تنسون رضواتكم السلام عليكم